استعمال الوصفات الطبية أكثر من مرة واستغلالها للحصول على أدوية تستعمل كمواثرات عقلية هو أكثر ما يتوجس منه المختصون في الأمراض العقلية ما شعلهم يطالبون بالإسراع في رقمانة الوصفات الطبية نظن بأنه رقمانة الصيدالية والمؤسسات ممكن تحل المشكلة من هذا الناحية لأنه لما الشخص يحب يددوا من عند عدة أشخاص مختلفين وعدة صيداليات إلى غير ذلك الرقمانة هي التي تخرجه بهذا الشخص دادوا تعمل مرة الأولى يعني الدادوا تعمل عند الصيدالي الأول وعند طبيب فلاني لا يقدرش يعود يددوا تعمل حماية للصيدالي حماية للمريض وحماية لنا كم برسكريبتور وأيضاً لتفادي الأدوية التي ممكن أن يكون لديها أثار جانبية كما الهلوسة أو مؤثرات عقلية أو ممكن أن يذهب إلى تجربة استحداث الوصفة الرقمية في تعاملات الصيادل والحصول على أرضية رقمية بنود يتضمنها مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات المطروح حالياً للمناقشة أمام البرلمان استحداث السجر الرقمي الخاص بالمؤثرة العقلية في مشروع القانون سفر 4-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرة العقلية المعروض حالياً على مستوى البرلمان لمناقشته ومن خلال هذا القانون أكيد ستكون هناك سند قانوني لاستحداث الوصفة الطبية الرقمية الخاصة بالمؤثرة العقلية الانتشار الرهيب للمهلوسات في الأوساط الشبانية يستدعي تضافر الشهود على مختلف الأصعدة لإبعاد الأدوية الخطيرة عن متناول الشباب